نشر موقع World Statistics قائمة الدول الأكثر تلوثا في العالم حيث تصدر لبنان المركز الثالثة عالميا ف70% من مياه لبنان ملوثة فهناك عدد كبير من المعامل والمصانع ترمي مخلفاتها في مجاري الأنهار بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي المسلطة على شواطئ البحار عنا الأنهار التي كانت مياه شرب لكل لبنانية حتى نهر بيروت كان ينشرب حتى نهر الغدير كان ينشرب اللي طاني كان ينشرب يلأسف نحن اليوم أصبحنا ببلد من أخطر بلدين بالعالم تلوث حتى مياه الشرب فلتوا فيها صرف صحي إن كان المياه الجوفية أو مياه الأنهار وصار عنا أكتر من 70% من مياه الشرب في لبنان ملوثة بالصرف الصحي والصرف الصناعي الصرف الصحي بالبحار أكتر من 65 مجرور رئيسي فلتين بالبحر دون أي معالجة كما أثبتت الدراسات العلمية ارتفاع نسبة تلوث الهواء 300% وترتفع هذه النسبة مع تزايد أعداد المولدات الكهربائية الخاصة هالناس اللي عم تتنشأ الهواء يلي مشبع بالديوكسين أنا بيدعي كل وسائل الإعلام تطلع الصبح الساعة 9 على الجبال الجبال فوق بيروت ويصوروا مدينة بيروت كيف بيشوفوها كتلة من الغبار من الهواء الملوث أشد التلوث بيروت واحدة في أكتر من 9000 مولد للطاقة الكهربائية موجودين بشكل عشوائي خطير جدا ما حدا بيعرف شو عم بيكبوا اللي يلوثوا الجو شوف السيارات وشوف الكاميونيت شو عم بيطلع من عوادم السيارات داي كميات التلوث عم تطلع من عوادم السيارات إن كان المزوت أو سيارات عادية كمية الديوكسين اللي عم تطلع كمان ما حدا فرقاني معه أما بالنسبة للنفيات التي تجمع يوميا والتي تبلغ نحو 7000 طن ترمى 36% منها في المكبات العشوائية بينما تخضع للفرز فقط نسبة 20% والبقية تطمر تحت الأرض النفيات المرمية في لبنان بيشكل عشوائي خطير جدا إن كان النفيات الصناعية أو النفيات المنزلية أو النفيات الطبية والاستشفائية وهذا الخطر الأكبر دون أي معالجة في مطارح في نفيات طبية ونفيات استشفائية كبينها مع النفيات العادية وعم تنكب المطامر دون أي معالجة الغازات اللي عم تتطير من هالمكبات الحشرات اللي عم تطلع القوارض الموجودة ملف البيئة أخذ كل الشعوب لفرد مطرح على المستشفيات وعلى أبعد من هيك كما أكد رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دومت كامل أن أغلبية المدن اللبنانية تصل فيها نسبة التلوث إلى ما يقارب 90% لافتاً إلى أننا وصلنا إلى مستوى خطر جداً ترجمة نانسي قنقر